أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة الشديد في أول يوم عمل بعد الإعلان عن تشكيلها الجديد على متابعة توفر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار وشدد مدبولي خلال اجتماعه مع وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من المسؤولين على ضرورة وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية مؤكدا في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى يسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة وأن لا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة عمل واضحة مع الأجهزة المعنية لضمان توفر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار اشتركوا في القناة